اهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من مال وأعمال سأكون معكم أنا نانسي نور في خلال هذه الحلقة نستضيف الليلة دكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال وسيكون هذا في فقرتنا الإسبوعية المعتادة لتحليل أداء مؤشرات البورصة المصرية في الفقرة الثانية سنستضيف المهندس روماني رزق الله استشاري التحول الرقمي والحوكمة سنتحدث معه عن خطة الولايات المتحدة لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية من أجل التفوق على آسيا لكن كالعادة في البداية جولة مع أبرز الأخبار أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار العمل على تأمين احتياجات المواطن المصري من السلع الاستراتيجية لمدة ستة أشهر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في ضوء الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم وجه مصطفى مدبولي خلال لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز وذلك من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية مع تجديد وإحكام الرقابة على المنافذ كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ونص مشروع القانون على أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة تنفيذية لهذا القانون ونص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة تقرر فيها منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء وتوسعاتها حافزا استثماريا لا يتجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته بحسب الأحوال تسارع التضخم في بريطانيا حيث سجل خلال سبتمبر 10.1% عند أعلى نسبة منذ 40 عاما بين دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى وقد أجبرت الأزمة التي تشهدها بريطانيا والأسية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية أجبرت الملايين على الاستغناء مجبرين عن وجبات الطعام عند أعلى مستوى في 40 عاما ارتفع مؤشر التضخم البريطاني بنسبة 10.1% خلال سبتمبر الماضي مكتب الإحصاء البريطاني أرجع هذا الارتفاع إلى استمرار أزمة تكلفة المعيشة في التأثير على الأسر والشركات قبل فصل الشتاء حيث كانت زيادة أسعار المواد الغذائية أكبر عامل ساهم في التضخم بزيادة 14.6% بينما زاد قطاع النقل بنسبة 10.9% مقارنة بالعام الماضي ومن شأن هذه زيادة في الأسعار أن تضر بالأموال المخصصة للإعانات الاجتماعية ورواتب موظف الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية الأسعار المرتفعة أكبرت ملايين البريطانيين على الاستغناء عن وجبات طعام وقشر استطلاع أجراه معهد إيتش إلى أن نصف الأسر البريطانية تخفض أعدد الوجبات اليومية بينما تواجه نسبة كبيرة من صعوبات في تناول أطعمة صحية مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمة كانت الجمعية البريطانية لحماية المستهلك قد حذرت من أن ملايين الأسر البريطانية قد تجد نفسها في حالة فقر على صعيد الطاقة وهي عاجزة عن الحصول على التدفئة المناسبة خلال الشتاء ترجمة نانسي قنقر افتتحت المؤشرات الرئاسية في وولستريت على انخفاض اليوم الخميس بعد أن زادت استقالة رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس من حالة الضبابية في الأسواق هذا وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي بأقل من 10% كما بدأ مؤشر ستاندرد انبورز 500 التداول على انخفاض بلغ نحو 20% وترجع مؤشر نازداك بنحو 0,4% هذا وتتزايد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكية في ظل مواجهة الأسر صعوبات معشية مع ارتفاع التكاليف وفي تقرير له قال الاحتياطي الفدرالي إن النشاط الاقتصادي تعثر في العديد من المناطق بالولايات المتحدة مع طباط أو ضعف الطلب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتعطل الإمدادات آفاق الاقتصاد الأمريكي باتت أكثر تشاؤماً في ظل المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المتصاعدة تقرير الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أشار إلى أن النشاط الاقتصادي تعثر في العديد من مناطق الولايات المتحدة مع طباط أو ضعف الطلب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتعطل الإمدادات التقرير أضاف أن الأسر باتت تواجه صعوبات معيشية مع ارتفاع التكاليف التي تفاقمت بسبب أزمات سلاسل التوريد وقرارت الإغلاق المفاجئة في الصين وارتفاع أسعار الطاقة مع بدء أزمة أوكرانيا والأسعار المرتفعة تلك تغذي التوقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع الاحتياطي الفدرالي الشهر المقبل بعد أن أقدم على رفعها خمس مرات هذا العام بإجمالي ثلاث نقاط مئوية من جهتها خفضت وكالة فيتش للتصنيف الاقتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2022 و2023 محذرة من أن رفع سعر الفائدة إلى جانب التضخم المرتفع سيدفعان أكبر اقتصاد في العالم إلى ركود على غرار ما حدث عام 1990 وقالت فيتش إنه من المتوقع الآن أن يصن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى خمسة من عشر بالمئة فقط العام المقبل بتراجع من واحد ونصف بالمئة في توقعات الوكالة لشهر يونيو كان صندوق النقد الدولي قد أكد أن اقتصادات كبرى من بينها الولايات المتحدة ستستمر في التعثر وتوقع أن تسجل الأخيرة نموا هذا العام بنسبة واحد وستة من عشر بالمئة إذن في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للسيطرة على التضخم عبر رفع الفائدة تسببت هذه الإجراءات الأمريكية في قلق لأوروبا خاصة بعد أن استقطبت الولايات المتحدة العديدة من الشركات ورؤوس الأموال إليها للاستفادة من الامتيازات الأمريكية وعلى رأسها الفائدة المرتفعة لكن هل يكون ذلك بداية لخلافات تجارية بين أوروبا والولايات المتحدة خاصة أن وزراء المالية في ألمانيا وفرنسا صرحا بأنهما لا يريدان حدوث ذلك على كل حال إجابة هذا السؤال نعرفها من ضيفنا عبر الهاتف أستاذ محمد هشام المحلل الاقتصادي أستاذ محمد أهلا بك يا فندي أهلا وسهلا أستاذ خير مساء النور تصريحات وزراء المالية في فرنسا وألمانيا بأن إجراءات الفدرالي الأمريكي للسيطرة على التضخم قد تكون سببا في بداية خلافات تجارية بين أوروبا والولايات المتحدة لماذا أوروبا تعترض على هذه الإجراءات الأمريكية يا فندي خنا في البداية نتفق أن التضخم هو الظاهرة الأكثر تأثيرا في الاقتصادات العالمية في الوقت الحالي وبعد 12 يوم من النهاردة الاحتياج الفدرالي سيجتمع ويقرر رفع أسعار الفائدة ب 75 نصد أساس بسبب أن هناك إجماع على أن التضخم متمر يعني احتياج الفدرالي للسيطرة للسيطرة الزيادات القوية في أسعار الفائدة حاليا بتسعر الأسواق احتمال بالنسبة 69% برفع أسعار الفائدة ب 75 نصد أساس وتصل معدلات الفائدة حتى زي اللحظة إلى 35% إلى 40% وبهذه الوثيرة أصبح الأمر مصروف منه أن يتجه الأسواق للتركيز مع اجتماع ديسمبر القادم لرؤية ما إذا كان الاسدرالي سيتمر في أسعار القوية في رفع أسعار الفائدة وده اللي هيحدده بيانات التضخم خلال الأشهر القادمة كنا لاحظنا بداية تباطئ في أرقام التضخم في شهر سبتمبر ولكن هذا التباطئ ليس بالتباطئ المرجو وصل التضخم في أمريكا في شهر سبتمبر 8.2% بعد ما تسجل 8.3% في شهر أغسطس وده ما كانش التباطئ المرجو من الاقتصاديين عشان نقدر تحول فيه اقتصاد أو تحول فيه مصار رفع ألسايدة كمان هناك في زيادة سنوية بلغة 6.6% في تكاليف السكن في المولايات المتحدة الأمريكية وده كان مصدر ألأ خاص للفدرالي خاصة أن التراضع لفقات السكن ستستغل في وقت أطول من الفات الأخرى في التراضع كمان أكدت البيانات على أن الاحتياط الفدرالي سيظل متمسكا بالسياسة التشددية في حين أن تقرير الوظائف في شهر سبتمبر قد يوفر بعض اصطقاء البنك المركزي أنه يستمر في هذه السياسة دون تتبص في ضرر للاقتصاد الأمريكي وجانب اعتراض الجانب الأوروبي كان على أن استمرار رفع صعار الفائدة بهذه الوسيرة العنيفة قد يضر تحدث الاستثمارات من القارة الأوروبية وتوجيهها لحوالولايات المتحدة الأمريكية في ظل أن الاقتصاد الأوروبي بالفعل يعاني من أزمة في ظل استمرار الأزمة الأمريكية الأوكرانية وتصديق الكونغريت على قانون خفض التضخم واللي ممكن يؤثر على تكافؤ الفرص ما بين الشركات الأوروبية والشركات الأمريكية طيب يعني أسباب ارتفاعها تضخم أستاذ محمد في بريطانيا يعني خلال هذه الفترة أسبابها بشكل كبير تعود إلى ارتفاع أو استمرار ارتفاع أصعاد الطاقة كانت بداية الأزمة مع شهر كبير الماضي عندما دخلت أو قامت في روسيا بالدخول في أوكرانيا مما تسبب في فرض العديد من العقوبات على واردات أو صدرات روسية من الطاقة سواء الغاز والنفط سيتم فرض عقوبات عليه في شهر ديسمبر القادم كل هذه الأمور أدت لإرتفاع أصعاد الطاقة بشكل غير مسبوك خلال الفترات الماضية وهما انعكت بشكل واضح على معدلات التضخم وتحديدا في المملكة المتحدة الذي وصل أو عاد مرة أخرى للتضخم بعدما شهد مال التوضع في شهر أغسط عاد في شهر سبتمبر ليرتفع برقمين بنزل 11% في المية وهي مع توقعات من البنك المركزي الإنجليزي أن ربما تصل زروة التضخم بحلول الرابع الأول ربما تصل إلى 13% طبعا أنا سأكتفي بهذا القدر وبشكرك طبعا شكرا جزيلا أستاذ محمد هشام المحلل الاقتصادي شكرا لك على تواجدك معنا وإلى أسعار النفط حيث وصلت ارتفاعها خلال تعاملات اليوم وسط تفاؤل المستثمرين بشأن تعافي الطلب على الخام هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.82% إلى 93.17 دولارا للبرميل كما صعدت العقود الآجلة لخام الأمريكية بنسبة 1.51% إلى 86.84 دولارا للبرميل من جانب آخر استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع ترقب صدور عدد من البيانات الأمريكية وتوقع بنك بي أن بي باريبا مواصلة الاحتياطية الفيدرالي لرفع معدل الفائدة حتى 5.4% خلال الربع الأول من عام 2023 واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 1634.6 دولار للأوقية وسجل سعر التسليم الفوري 1628.35 دولارا للأوقية بعدما هبط إلى أدنى مستوياته منذ 28 سبتمبر خلال تعاملات الأمس شاهدين الكرام ما زلنا معكم في مال وأعمال ولكن بعد الفاصل تحليل لمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع مع الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال ابقوا معنا شاهدين الكرام برحب بحضرتكم مرة أخرى وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع بشكل جماعي للمؤشرات وصعيد مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1273 أو 10 ألاف عفوا و273 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2223 نقطة في حين ارتفع مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3.180 نقطة اما على مدار الاسبوع ارتفع المؤشر الرئيسي للبرصة المصرية اي جي اكس 30 بنسبة 4.26% وربح رأس المال السوقي نحو 23.3 مليار جنيها نتعرف اكثر على اداء البرصة المصرية من خلال ضيفنا الدكتور معتصم الشهيد خبير اسواق المال اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يعني في البداية خليني اسألك كيف تحلل لنا اداء المؤشرات خلال الاسبوع الحقيقة اسبوع جيد اداء وعلى مستوى المؤشرات في ارتفعات كبيرة في المؤشرات خاصة وشايفين في ارتفاع ملحوظ في احجام وقيمة تداول هذا الاسبوع بشكل كبير لكن مازال عمليات بيع الاجانب المستمرة في السوق كان ده السمع العام خلال العام الماضي بالكامل في عمليات بيع للاجانب لكن على مستوى التداولات شايفين الافراد مسيطرين بشكل اكبر على التداولات بشكل كبير كان الاداء المؤسسي اقل من فترات سابقة بشكل عام شايفين ان الاسهم الرئاسية في السوق بدأت تتحسن اداءها بشكل كبير من حيث ارتبعتها في السوق بدأت بعض الشركات نتائج اعمالها تنعكس على اداء الاسهم في السوق يعني يحصل الارتفاعات في بعض الشركات ذات الاداء المالي الجاي بشكل كبير عمليات المضاربية تحولت نسبيا من الاسهم الافراد اللي يمثلها اي جي اك سيفينتي الى مؤشر اي جي اك سيرتي اللي هو اكثر في الاسهم الرئاسية بداخل السوق وبالتالي شايفين تحسن نسبي داخل السوق بشكل كبير نعم طيب استاذ موتصم فكرة ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة محليا وعالميا كيف يؤثر على تحرقات السوق او ضعف السيولة يا فندا بالتأكيد فيه يعني اكاديميا فيه علاقة عكسية بين رفع سعر الفائدة واداء الأسهم في سوق الأوراق المالية سواء في مصر أو غيرها من الأسواق شوفنا امريكا لما حصل الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في ثلاث مرات الماضية حصل انخفاض في مؤشرات الأسواق الأمريكية وبالتالي السوق المصري برضو بيتأثر بشكل كبير جدا بأسعار الفائدة لكن ها شايفين النهج جديد قام به البنك المركزي خلال الفترة الماضية رغم رفع الأسواق الأمريكية لأسعار الفائدة لكن البنك المركزي المصري ما أمشي بيرفع أسعار الفائدة وإن كان قام ببعض العمليات لسحب السيولة من السوق ولمكافحة التضخم عن طريق أن سحب السيولة من السوق ورفع الاحتياط القانوني لدى البنوك التجارية من 14% إلى 18% وبالتالي انتهج سلوب جديد لسحب السيولة من الأسواق مخالف لسلوب رفع أسعار الفائدة لسحب السيولة من الأسواق وبالتالي أعتقد أن السوق المصري يمكن حتى لو تم رفع سعر الفائدة في الأسواق الأمريكية خلال الفترة القادمة وهي دي الأحاديث اللي بيتكلم في الفترالي الأمريكي بشكل مستمر خلال الفترة الماضية أنه يرفع سعر الفائدة عشان يكافحة التضخم لكن أعتقد أن المركز المصري انتهج أسلوب آخر لسحب السيولة وهو رفع احتواط قانوني بعد الأسليب الأخرى وبالتالي مش من المطاقة أن يتم رفع الفائدة في السوق مصر وده أن أكاسه واضح لحركة السمار لأن رفع سعر الفائدة لما يبقى التضخم مش سببه يعني زيادة السيولة وسببه زيادة التكاليف نتيجة تضخم عالمي رفع الفائدة هنا ما بيقتيش سماره بشكل كبير وبالتالي رفع الفائدة هيؤدي إلى رفع التكلفة مش هيخفض التكلفة وده اللي تنبه ليه ببنك مركزي أخيرا وبالتالي نحن نتوقع أن البنك مركزي مش يقوم برفع سعر الفائدة ده هيزود من حركة الاستثمار للشركات شجعها على مزيد من الاقتراض وبالتالي مزيد من الاستثمار في السوق وبالتالي البنك مركزي أعتقد أن ده هيبعناها يكون في الفترة القادمة طيب خليني أفهم من حضرتك هذه النقطة بشكل أوضح أستاذ معتصم لو نفند الحلولة المقترحة لجرب سيولة للبورصة المصرية خاصة يعني أسعار الأسهم الجاذبة في الوقت الحالي أهم من ما يميز السوق المصري دلوقتي مجموعة من أشياء يتميز السوق المال أولا هناك تنوع في القطاعات الموجودة في السوق المال ثانيا هناك عدد من الشركات نتائج أعمال جيدة جدا مضاعفات الربحية منخفضة ثلاثة واربعة مرة وأحنا مضاعف الربحية كلما نخفضك معناه أن الشركة دي جاذبة للإستثمار بشكل أكبر وبالتالي نخفض مضاعفات الربحية الموجودة في السوق تجذب المستثمرين إلى السوق لكن يمكن المعوق الكبير اللي احنا يجعلنا أن ما يبقاش فيه جذب للإستثمارات أول حاجة أن فيه سعرين لسعر الصرف وده يعني مطلب رئيسي لأي مستثمر أن يبقى فيه سعر موحد لسعر الصرف أن الشركات يتوفر لها يعني حجم من الأموال الدولارية عاسي أنها تجيب احتياجاتها الانتاجية وبالتالي ده ينعكس على نتائج عملها يبقى بداية نشاط سوق المال هيكون من تحسن نتائج عمل الشركات المقايدة في السوق وده هيتم نتيجة يعني يكون مستثمات الإنتاج في الأول تكون موجودة لكن عندنا حاجات كتير نرغبها في سوق المال أولا نرغب أن يكون هناك حوافز ضربية لسوق المال لأن الحقيقة المستثمر اللي بقيت شركته في سوق المال للتداول المستثمر بيتحمل أعباء نتيجة مصاريف القيد أعباء نتيجة الإفساحات أعباء نتيجة أنه بينشر معلوماته بالكامل وبالتفصيل وبالتالي هذه الأعباء لجب أن عشان نشجعه للقيد في سوق الأوراق المالية يجب أن نحن نديله بعض الحوافز أولها أن يكون حوافز ضربية في سوق المال الثاني حاجة أن نحن نشجع بشكل كبير المؤسسات الحكومية للاستثمار في سوق المال يمكن مؤسسات زي البريد والتأمينات نحن نججحها أن يتزود حصة التأمينات مثلا في الاستثمار في سوق المال خاصة هم بيستثمروا يمكن أقالي من 2% من أموالهم والمطاسة العالمية يمكن يصد لـ 10% وبالتالي هناك فرصة أن هم يزود استثماراتهم خاصة أننا كنا نتحدث على انخفاض الأسعار الموجودة في السوق في وقت الحالي والأسعار جاذبة جدا للاستثمار خاصة زي ما قلت حضاك أن مضاعفات ربحية الشركات مضاعف ربحية من 3 إلى 4 مرة وده معناه أن المستثمر هيسترد أمواله اللي هيستثمر من الأرباح اللي هتحقق الشركة في 3 أو 4 سنوات وبالتالي يعني جاذبة جدا للإستثمار ياريت المؤسسات الحكومية تكون لها بادرة للإستثمار في سوق المال الثاني حاجة يجب أن نشجع الشركات الحكومية للقيض في برصة الأوراق المالية لأن البرصة الأوراق المالية مش بس أن نشجع الطلب أو من المستثمرين للشراء لكن أيضا نزود المعروض عشان يبقى فيه تنوع كبير خاصة وأن عملية القيد في البرصة تسمح لهذه الشركات أن يكون عندها حوكمة بمعنى أن يكون فيه رقابة شعبية على أداء هذه الشركات وهذه الرقابة الشعبية بالتأكيد بيتخلي الإدارة عندها حرصة أكبر في عملية إدارة هذه الشركات يعني معنى نحن نطرح شركات داخل السوق معنى أن نحن نخلق عرض أكبر هذا العرض في عدد ذاته هيجزب المستثمرين جد اعتقاد كمان نحن يجب نحن يكون عندنا ترويج جيد لسوق المال المصري الشركات في سوق المال شركات أسعارها رخيصة بشكل كبير لكن ينقصنا الترويج أنا كنت بتحدث في البداية في حلقة النهاردة أن عندنا مازال مبيعات للأجانب يعني معناها نحن ما نجحناش لسه نحن نسوق للأجانب شركتنا عشان هما يدخلوا في الاستثمار بدلا ما هما بيخروج دلوقتي من الاستثمار في سوق ما لازم يكون في حملة ترويجية جيدة جدا للإستثمار يجب نحن نروح للأسواق اللي فيها فوائد زي الأسواق الخليج دلوقتي نتجد رفع أسعار البترول دي أسواق فيها فوائد كبيرة خلال هذه الفترة يجب نحن نكون توجهنا الرئيسي في الفترة الحالية للإستثمارات العربية حقيقة نحن في فترة اللي فاتت إذرنا نجذب عدد كبير المستثمرين العرب وحجم من الإستثمارات العربية بشكل كبير حتى اليوم النهاردة شايفين فيه مبعات تقريبا للأجانب 260 مليون لكن العرب شارعين بحوالي 200 مليون وإصافة عمليات وبالتالي ده في حد ذاته معناه نحن بدأنا ننجح نحن نروح للأسواق اللي فيها فوائد لكن نحن نتمنى أن يكون الجذب للإستثمارات من هذه الأسواق أكثر من ذلك طيب خليني في النهاية أسأل حضرتك عن توقعاتك لأداء البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المقبل السوق بيتركب حدثين مهمين أول حاجة المؤتمر الاقتصادي والقرارات اللي هتصدر عنه لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام ثاني حاجة اتفقنا مع صندوق النقد ده يعني كل المستثمرين سواء فيه الإستثمار غير مباشر في البورصة أو الإستثمار المباشر يتركبوه بشكل كبير لأن كنا نحن اتفق مع صندوق النقد معناه أنه نحن خدنا شهادة من جهة دولية محايدة بتقول أن نحن نسير في الاتجاه الصحيح وأن الاقتصاد المصري قادر على سادات الالتزاماته والالتزام بيها وبالتالي ده هيجزف حد ذاته مزيد من السندي للإستثمار في السوق المصري وبالتالي الحدثين دول احنا يعني طبقا لحديث سيد وزير المالية بأن احنا قربنا نحن نخلص الاتفاق مع صندوق نأت اعتقد أن دول هايبقوا مؤثرين جدا في السوق وإذا كان السوق لهذا الأسبوع تطالع في حدود 4% فده نتيجة الحدثين اللي أنا ذكرتهم لحضرتك وأنا أعتقد أن الأسبوع القادم السوق هيستمر في هذا الاتجاه ان شاء الله أنا طبعا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم الدكتور موتصم الشهيد زي خبير أسواق المال شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جدا لك مشاهدين الكرام فاصل قصير وبعده نعود في مال وأعمال مع المهندس روماني رزق الله رقائق في السوق المحلية هل ستكون كافية للتفوق على آسيا هذا ما سنعرفه ولكن بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام أعود ترحيب بحضرتكم في مال وأعمال وتبذل لحكومة الولايات المتحدة قصارة جهدها لتعزيز تصنيع أشباه المواصلات المحلية وتضخ مليارات الدولارات في هذا القطع وتستخدم جميع الإجراءات السياسية المتاحة للحصول على فرصة للتغلب على المنافسة هل سيكون ذلك كافيا للتفوق على آسيا هذا ما سنعرفه من ضيفي فيه الستوديو المهندس روماني رزق الله استشارية تحول الرقمي والحوكمة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بيك إلى همية الاقتصادية يا فندم لصناعات الرقائق في العالم الرقائق الإلكترونية السيمي كوندكتورز والكوندكتورز بصفة عامة هي بتخش في كل الصناعات بتخش في الأجهزة الكهربية بتخش في السيارات بتخش في كل الإكوبيبمنتز والأجهزة اللي بتخش في الأجهزة الطبية بتخش في كل حياتنا ودلوقتي بقت يعني الكمبيوترز والسيرفرز والسيكوريتيز وكل الحاجات الإلكترونية المحيطة بينا هي كلها من الكوندكتورز ومن السيمي كوندكتورز طيب الكل كان متوقع أن تنفرج أزمة الرقائق واجباه المواصلات مع بداية خروج من الاقتصاد العالمي أو هذه الأزمة اللي سببتها أزمة كورونا مهندس روماني ولكن تداعيات الأزمة الروسية للأسف أثر أيضا مرة أخرى على هذه الأزمة وأثر على يعني أزمة الاقتصاد العالمي بشكل عام كيف تفسر استمرار الأزمة الخاصة بالرقائق الإلكترونية وأشباه المواصلات طبعا الأزمة مكملة وإحنا زي ما شايفين وأنا عايز أرجع أتكلم على حتة سياسية شوية إحنا شايفين اللي بيحصل في طايوان وطايوان هي مستحوزة على جزء كبير من الصناعة دي وعشان كده هو الاهتمام الحقيقي بيها الغير معلن زي ما بيقولوا ودلوقتي إحنا بيشوف أمريكا رصدها مبالغ كبيرة جدا عشان تقدر تنقل التكنولوجي دي تبقى موجودة في أمريكا لأن الصناعة دي أغلباتها موجودة فين في طايوان طيب هم بيحاولوا ينقلوا ده عشان إحنا مش عايزين نستطبق الأشياء أو كذا وربنا يسطر يعني وما يجيب الحاجات دي تبقى إحنا السلام يا رب يعوم العالم كله يا رب لكن ده لو حصل هتبقى تاني أرض محروقة وهيبقى في مشكلة كبيرة اللي حصل بين الصين وطايوان مشكلة لأنه هو ده السبلاي تشين بيخرج من هنا من طايوان بالنسبة كبيرة جدا يعني عايزين نقول أنه طايوان ممكن يبقى في 75% الانتاج طالع من عندها أمريكا عندها 12% بس والحقيقة يعني ده السؤال مهانس روماني لو بنتكلم أن 75% من الرقائق الإلكترونية ممكن تصنيعها في تايوان أو الخارج منها من تايوان مصانع تصنيعها الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة زي ما حضرتك تفضلت بالذكر بنتكلم عن 12% ليه أمريكا بتهتم بهذه الرقائق لأنها دخلة في كل حاجة دخلة في السلاح عايزة أقول لحضرت الحاجة برضو نتكلم سياسيا شوية أنه دلوقتي أمريكا بتمد أوكرانيا بسلاح كتير جدا فالمصانع ما يقالوا ما يقولوا محللين على مستوى العالم أنه المصانع دلوقتي بتاعت السلاح في أمريكا مش قادرة تغطي النيد اللي موجود ولو الدنيا دي كملت بالطريقة دي طب ولو لقدر الله رحنا لحاجة أبعد ربنا ما يجيب يعني فهم مهتمين بدأ لأنها دخلة في حاجات مهمة ودخلة مين لي في السلاح فده مهم جدا بالنسبة لهم طب خليني أرجع لفكرة يعني الأزمة اللي بتشهدها الرقائق مهندس روماني في طرح بيقول أنه يعني النقص فيما يسمى به المعادن أو معادن الأرض النادرة اللي بتستخدم فيه إنتاجها هو سبب كبير من هذه الأزمة إلى أي مدى بتتفق مع هذا الطرح مهندس آه طبعا لأنه خايل أعايز أقول حررتك حاجة في سنتين الكورونا عمتا الإنتاج واستخراج المعادن وكله ده يكاد يكون شيء بتوقف والإنتاج بصفة عامة شيء بتوقف فده أثر على ده وبعد كده الدنيا مكملة كمان في الأزمة اللي موجودة دلوقتي بين روسيا وأوكرانيا طيب وخلينا نقول كمان حاجة تانية أنه أوروبا وأمريكا والدول المتقدمة كانت بتعتمد أن الصين وطايوان ودول شرق أسيا تبقى هي المكان أو المصنع بتاعهم وابتدوا يشوفوا أنه ده بقى بيضغط عليهم بطريقة أخرى فكل ده جنب بعض خلى السابلاي تشين بتاع الاستخراج والإنتاج يقلي جدا وابتدينا بقى بالأزمة الروسية الأوكرانية الحاجات دي استخدمت كتير جدا وبيقي فيه احتياج لها جدا لأنه العالم رجع فأنت بيعندك طلب كبير قوي وما فيش استخراج وما فيش صناعة شبه متوقفة عشان كده مهم جدا مهم جدا أنه إحنا برضو في منطقتنا العربية وفي مصر زي ما شوفنا المصنع بتاع الرمال السوداء ده حاجة مهمة الحاجات دي مهمة جدا ومهم أن إحنا نمتلك جزء يخلي في كل حاجة في الصناعة عندنا عندنا سابلاي تشين المغزي للحاجات دي مهم أنه بقى موجود ومهم أن إحنا يعني أنا بشوف أن الأزمة دي يجب أنها نطلع منها بمنح ومش منحة واحدة إحنا نبتدي نشتغل ونوطن التكنولوجيات دي عندنا في بلدنا طبعا طيب خليني أرجع لفكرة الرقائق الإلكترونية الولايات المتحدة كنت تتكلم عن هذا الأمر وكأنه قضية أمن قومي ديها يا فنم خليني برضو أفهم من حضرتك هذه النقطة بشكل أكثر تفصيلا حضرتك تفضلت بالذكر أنها بتدخل في كل الصناعات بنتكلم كمان عن التطبيقات العسكرية ويعني لها ضرورة للأمن السيبراني أيضا مهانس رباني خليني أفهم من حضرتك هذه النقطة هي أمن قومي هي أمن قومي أمن قومي لأنه بصي السايبر سيكيوريتي أو الأمن السيبراني هو بيعتمد على إيه بيعتمد على سيرفرز والديتا سينترز وكل ده كل ده بيتصنع من الرقائق الإلكترونية ومن الكوندكتورز من السيميكوندكتورز طيب دلوقتي أنا زي ما شفنا الحروب بتبدأ دلوقتي في سايبر اتاكس فمهمة قوية أنا أمتلك ده موجود عندي وموجود عندي الإنتاج ولو حصل كرايسس معينة لازم أرجع أسابلاي الكرايسس دي لأنه ده وارد جدا فلا ده أمن قومي وقومي مهم جدا وهم يعني زي ما حارك شايفة أنه دلوقتي فيه تصارع في حتة السلاح ومغزون السلاح بطريقة أو بأخرى بينفز لأنه محدش كان يتوقع أنه الحرب ممتدة بهذه الطريقة فده خلي بها يحصل شورتش والإنتاج مش كافي للاحتياج طيب فيما يتعلق بالمعادن اللي بتدخل فيه صناعة الرقائق الإلكترونية نفسها يا فندم المنافسة عليها اين؟ ده مش عايزة أقولك ده منافسة رهيبة جدا وبعد كده أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة هو بنشوف دلوقتي الصراع على بعض البلدان لو بصيتي حضرتك هتلاقي صراع بيبقى لأن هذه البلدان فيها مغزون استراتيجي من المواد دي اللي بتنتج الكوندكترز والسيمي كوندكترز فإحنا بنشوف يعني مثلا روسيا عندها سيطرة معينة على دول في أفريقيا ونفس الكلام في الصين وفي أفريقيا فيه الكلام ده موجود بشدة وموجود طبعا في أسيا في شر أسيا ده وده يعني الأشياء السياسية واخد مال حضرتك بتبقى معتمدة بنسبة كبيرة جدا على على أنه البلد دي فيها المواد الخام اللي أنا هبقى محتاجها في الصناعة وده عشان كده أنا أنا هقول لحرك حاجة متهيئة لي هو دايما الغزوات لو رجعنا للتاريخ كله دول بتسيطر على دول عندها مواد خام ومؤسرة ومهمة فمن ده نقدر نحلل ونفهم ليه ده بيحصل صحيح طيب فيما يتعلق بالمواد الخام يا فندم يعني في تعطل في سلاسل الإمداد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة فيروس كورونا هذا تعطل كيف يؤثر على صنع الرقائق الإلكترونية أو عدم وصول الخامات أو المعادن اللي بتتصنع بها الرقائق لا ده حاجة مهمة جدا عايزة أقول لحررتك حاجة الأزمة دايما اللي هو الإمداد والإمداد سلاسل الإمداد ده مهمة جدا من أول الاستخراج زي ما حررت ذكرت في الأول والإنتاج وإعادة إن أنا أسابلاي ده للنيد بتاعي وإحنا بنشوف دلوقتي إزاي المصانع تبقى موجودة جنب المواد الخام واخد بالحررتك وده يمكن كان عشان كده دول شرق آسيا كانت بتمتلك هذه الصناعات وبعد كده بتبقى موجودة في الصين وبعض الحاجات دي موجودة في روسيا وكذا فكان مهم إنها تبقى موجودة جنب المواد الخام لكن دلوقتي لأ ده مهم عندي يبقى المصنع موجود عندي حتى لو المادة الخام مش عندي أقدر أجلبها بطريقة أو بأخرى عشان أقدر أسابلاي النيد ده ده بي مهم طيب خليني أقول أنه بيظل قطاع صناعة السيارات هو الأكثر تضرورا يا فنن مع دخول طبعا الرقائق الإلكترونية في كثير من مكونات السيارات الحديثة أو كلها تقريبا العديد من الدول لجأت من مصانع عالمية لتخفيض إنتاجها بنسب بتتروح ما بين 40 أو 50 في المية وأيضا بعض المصانع أغلقت بشكل مؤقت شايف إزاي حجم الخسائر في هذا القطاع طبعا أنا عايز أقول حررت الحاجة جزء من التضرر والأسعار المبالغ فيها اللي موجودة في السيارات أنه كمان ده أنه الإنتاج في فترة الكورونا قل جدا وبعد كده بعد الكورونا بقى فيه احتياج متزايد جدا يعني الناس بتدت ترجع تبقى بتمارس حياتها بطريقة عادية فبقي فيه احتياج كبير جدا وفيه طلب كبير جدا فأنا الإنتاج مش قادر يغطي وعايز أقول حررتك حاجة دلوقتي كمان السيارات الكهربية بتحتاج ال ال والسيمي والمواتر اللي بتحتمد عليها بسنسور لل عربيات الكهربية بطريقة كبيرة جدا فلا برضو ده بقي شيء مهم جدا ودلوقتي إحنا بنتكلم على أنه مهم العربيات دي إنها كمان عشان غير ملوسة للبيئة والجرين فبقي فيه رغبة طب وفي نفس الوقت أنا محتاج للسيمي كوندكتور وكده فبقي بص انت عايزت تروحي للجرين وفي نفس الوقت انت محتاجة رخاءة إلكترونية وكوندكتور وسيمي كوندكتور عشان تصنعي فبقي عندك شد وجذب في الحتة دي جامد جدا طب تأثير ده على صناعة السيارات في أوروبا أو سوء السيارات في أوروبا متهيقلي دلوقتي ابتدى الموضوع يبقى شوية ستيبل يعني هو طبعا الكلام ده كان فيه مشكلة كبيرة جدا السنة اللي فاتت بس احنا رحنا للموضوع ابتدى يبقى فيه نعم الستابلتي دلوقتي يعني الفترة دي بس برضو فيه ريسك فاكتور لو حصل لقدر الله شيء بين الصين وطايوان هيبقى برضو احنا بنخش في قصة طبعا طيب يمكن حاجة تفضلت بالذكر انه في الفترة الاخيرة كان فيه اعتماد على الاقتصاد الأخضر والعالم كل الاقتصاد الأخضر هل سيقلل بشكل او باخر فكرة الاعتماد على الرقائق الالكترونية لا ده ممكن زوجته لانه دي اجهزة كهربية يعني انا دلوقتي لما بتكلم على الاقتصاد الأخضر انا بتكلم على مش هستخدم يعني زي بتروليوم مش هستخدم حاجات حتى الغاز وكذا انا بشوف بستخدم حاجات لها دعو بالالكتوريستي بالكهرباء فالحاجات دي بتبقى مستخدم فيها مادربوردز وكوندكتورز وسيمي كندكتورز ومايكرو كنترولرز كتير جدا فهي رقائق الالكترونية فهنا بقول لحضرتك الشد والجذب بين الاتنين دول اه انا عايز اروح لجرين امفارومنت وفي نفس الوقت طيب ما ده هيخليني محتاج مايكرو كنترولرز وكوندكتورز وسيمي كندكتورز طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم لوجودك معنا في هذه الحلقة من مال واعمال المهندس رومانيا رزق الله استشارية تحول الرقم والحوكمة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا في ختم هذه الحلقة نوجه عناية أسادة المشاهدين لانطلاق قناة اكستراليف في بثها التجريبي وهي قناة معنية من بث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها وفي مقدمتها قمة المناخ نشير أيضا إلى أن تردد قناة اكستراليف هو 12092 Vertical أو رأسي مشاهدين الكرام بذلك تكون انتهت هذه الحلقة من مال وأعمال كنت معكم خلال ساعة ماضية تقريبا أنا ننسي نور إلى اللقاء اشتركوا في القناة